لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد هذا بالحساني يعقوب رحله اليوم من ألمانيا وبأينا باللي ساوموا في الملف تاعه باش قبل ألمانيا ترحله ما قبلش اللوجوء تاعه رحله سلبوه لجزائر الإشكال المشي هنا خوتي الإشكال وراه إشكال أن هذا المصغر هذا في العشرينات من عمره كان من تحل صيفة جنرال في المخابرات الجزائرية عنده تسجيلات رهي منشورة في اليوتيوب وتلقاوها ذاني في الفيسبوك تلقاوها في البلاتفورم تعله لريزو سوسيو تسمعوا كيفاش يهضر مع الإدارة المدنية والات ووزاراء مضارع ولائيين تشوفوا كيفاش يهضر معهم على باقي تغيض كوميرا ققسم بالله لعلالله اشت كي يكون الحكم الواحد عنده رون جانس في راسل وقع الإدارات يخافوا منه وقع المسؤولين يخافوا منه اشت البلاد كيفاش تولي شوف المأساة اللي راي عايشته الجزائر بسبب حكم الجنرالات والدليل انه هذا الشاب هذا كان منتح لصيفة جينيرال سمع له كيفاش الوزاراء يخافوا منه جينيرو عبق مرة تصل بوزير الاتصال قلوا معاك جينيرال فلاني من بن عكنون ولم يباليش قلوا كاسيرنا عقلا وحافظ قاع طريقة الخيطة بحافظ اللي بياج تعلية جينيرو قلوا بذلك شفت بايان انشرتوه في تلفزيو العمومي قلوا شكون قالكم انشروه شكون وانا يهدر على الاروح هو خطرتي في تلفزيو العمومي انشر بايان لوكيل الجمهورية بالقبض الدولي على هذا بالحساني يعقوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنتكلم في فيديو النهاردة عن الشاب الجزائري بالحساني يعقوب الذي تم القبض عليه امس الخميس وسبب اعتقاله واين هو الاهن كل هذا واكثر ستشاهدونه في هذا الفيديو ولكن قبل ما نبدأ الفيديو من فضلك ادعمنا بلايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس ويلا بينا على الفيديو هذه قصة يعقوب بالحساني اكبر محتال جزائري وقابوس الكوة الضاربة عمدت السلطات الالمانية الى ترحيل الشاب الجزائري المدعو يعقوب بالحساني من مطار فرانكفورد الى مطار الهواري بومديان بوهران وذلك بعدما شكل هذا الشاب العشريني مصدر قلق للأجهزة الاستغباراتية التابعة لنظام العسكر كما عرّ فساد المؤسسة الحاكمة بالجزائر من هو يعقوب بالحساني يعقوب بالحساني هو شاب من موليد الجزائر ويبلغ من العمر تلاتة وعشرين عاما وينحدر من ولاية تبازة في دولة الجزائر هاجر سرا الى جزيرة كبرس ومن سوم الى اليونهن حيث شرع وهو ابن تسعتاشر عاما في عمليات النصب اسقام بعملية النصب والاحتيال على العديد من الافراد بهدف ابتزازهم والحصول على المبالغ المالية من خلال انتحال صفة شخصيات عسكرية وامنية وسياسية ودبلوماسية بارزة قبل ان يتنقل الى المانيا والتي تم القبض عليه فيها من طرف السلطات الامنية بالتنصيق مع المخابرات الجزائرية ويتحدث يعقوب بالحساني العديد من اللغات منها العربية والانجليزية بالاضافة الى الالمانية وهو ما ساعده على احتراف الاحتيال احتراف النصب والاحتيال انتحل يعقوب بالحساني العديد من الصفات والمناصب من بينها صفة سفير ومستشار ورجل سياسي ورجل اعمال ومستشاري دولة بالاضافة الى العديد من الشخصيات المختلفة ولعل ابرز صفة انتح لها يعقوب بالحساني هي صفة مستشاري الجزائر بالامم المتحدة المكلف بالامن والسياسة الخارجية قابوس النظام العسكري منذ ان شرع يعقوب بالحساني في افعاله التحايلية وتبنى مناصب هامة في دولة الجزائر حاول نظام العسكر عبر اجهزته تعقب هذا الشاب بجميع الطرق الممكنة لكن دون جدوى وهو ما يبينها شاشة هذه الدولة وانهيار مفهوم الكوة القاهرة هيئات حقوقية تدخل على الخط بعد انتشار خبر اعتقال الشاب يعقوب بالحساني عبرت عدد من الهيئات الحقوقية خاصة من المانيا عن تخوفها من تعرض يعقوب للتعزيب داخل الجزائر داعية الى محاكمته محاكمة عادلة وفق ما اتفقت عليه القوانين وكان بالحساني حضوره لافتا في مختلف وسائل الاعلام المحلية وحتى العربية وعادة ما يقدم كمحلل سياسي واستراتيجي ومستشار رئاسي للامن والشؤون الخارجية ويذكر مختصون قضائيون بان ما قام به بالحساني يعتبر سابقا اولى في تاريخ القضاء الجزائري استعالج المحاكم يوميا قضايا النصب والاحتيال لكن عادة ما يكون الضحايا من مستويات اجتماعية بسيطة لكن ان يكون هؤلاء من صنف الوزراء والسفراء والولاه والضباط فذلك امر مسير وغريب لماذا الجزائري يبحثوا عن من هو بالحساني يعقوب وعدد كبير من متابعين قناة اخبار تهمك علقوا لي على فيديوهاتي وقالوا لي من فضلك فيديو عن بالحساني يعقوب قضية منتشرة انا يا جماعة والله ما كنت شعر في القضية دي ولكن عدد كبير من متابعين قناة اخبار تهمك طلبوا مني ان انا نزلهم فيديو عن بالحساني يعقوب ويكشف اهو سبب اعتقاله والكلام ده كله وانا اقول لقد الوهد يا جماعة ليه الناس كلها بتبحث عن من هو بالحساني يعقوب يتم البحث عن من هو بالحساني يعقوب وذلك لاهتمام هذا الشخص في عدد من قضايا النصب على اكبر مسؤول الدول العربية والغربية وذلك في واقعة جريئة ومسيرة بيت الله هو شاب من الجزائر يطلغ من العمر 23 سنة وقد تم تداول اسمه وقصته خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي قصة هذا الشاب نالت الاهتمام الكبير ومن هنا بدأ البحث عن من هو بالحساني يعقوب الجزائري وبس كده يا جماعة نكون وصلنا الى نهاية الفيديو اتمنى ان يكون الفيديو نال اعجابكم ونشوفكم الفيديو القاي سلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد اشتركوا في القناة